بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاحتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة هي الحلقة الحادية والثلاثون التي سأتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن أثر الاحتلال البريطاني في نشر المبيقات في مصر وكان أثرا صعبا خطيرا لأن مصر كانت قبلة للمسلمين في أعمالها وأفعالها يتبعونها ينظرون إليها يفرحون بأهلها المجاهدين والعاملين والعلماء والصالحين وطلبة العلم والمشايخ والصناع والتجار والزراع ومصر كانت قبلة للمسلمين في هذه القضايا كما أن مكة المكرمة المشرفة المطهرة قبلة المسلمين في صلواتهم فمصر كانت قبلة للعرب على الأقل تقدير لشعوب العربية كلها في هذه القضايا الأخرى قضايا الدين والدنيا وأحوال والعلم والمعيشة والزراعة والصناعة والتجارة وسبق أن قلت في أحلاقات الماضية أو في كثير من الحلقات الماضية كيف ارتقت مصر في مجال الصناعي وفي مجال الزراعي وفي مجال التجاري حتى أوشكت أن تقارب الدول الأوروبية ثم قضى على كل ذلك الاحتلال الإنجليزي لمصر وذكرت بعض الآفات التي جرت بعد الاحتلال منها تدمير الجيش المصري ومنها الخداع العالم الخداع بريطانيا العالم في أن تريد أن تجلوا من مصر وهي كانت تنوي الاستقرار فيها اليوم في هذه الحلقة وما يتبعها من حلقات إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع نفسه سأتحدث عن أثر خطير جدا وهو عمل الاحتلال وأثره في نشر الموبقات في مصر كما نعلم أن الإنجليز قوم من الكفار الذين انقطعت صيلتهم بالله تعالى وهذه حقيقة لابد أن يعرفها الإخوة والأخوات الكفار الأوروبيون انقطعت صيلتهم بالله تعالى حتى على مذهبهم ودينهم أنا أتحدث الآن عن دينهم نفسه فأوروبا كانت قد عمها موجة كبيرة من الحد بعد الثورة الفرنسية الكبرى وما جرى بعدها بعد الثورة الفرنسية الكبرى برزت قرون الإلحاد في أوروبا وظهر التشكيك في الله تعالى وفي اليوم الآخر وانقطعت صلة الناس بالله عمليا فكان من يريد التعبد أو الصلة بالله تعالى هذا بالكنيسة وما عدا درس الكنيسة في يوم الأحد فالقوم ليس لهم صلة بالله هذا ومن يرتاد الكنائس قلة اليوم أصبحوا ندرة في الزمن الماضي كانوا قلة وتوترت العلاقة جدا بين الكنيسة وبين الشعب أو الشعب الأوروبية كلها بريطاني بروتستنتية ولها تقليدها المعين وملكة رسميا هي حامية حمل بروتستنتية في بريطانيا هذا رسمي منصب رسمي مثل القوم يضحكون علينا يقولون نحن علمانيون وهم في ذلك كذبة النصرانية عندهم حمية عندهم النصرانية صارت حمية ومثل حمية الجاهلية يتكئون عليها ويستندون وقوم هكذا شأنهم وحالهم لم يعد الدين في حياتهم مؤثرا ومسيطرا ولا موجها ولا مرشدا قوم هذا حالهم ليس غريبا إذن أن ينغمسوا في الفواحش والمبيقات والمساوئ ولا يتكئون في كل ذلك على دين ولا يؤمنون في كل ذلك بآخرة وإن آمنوا فإيمانهم مشوش مختلط فيه شك كبير وريب يخرجوا من الملة عمليا جاءوا بهذه الآفات إلى مصر مصر فيها شعب يؤمنوا بالله واليوم الآخر الأغلبية الساحقة فيه أغلبية مسلمة أكثر شعبها مستقيم محافظ لا يعرف هذه المبيقات ربما لا يكون متزم بالإسلام التزام التام إلا نسبة معينة من الشعب المصري لكن باقي الشعب شعب مستقيم ومحافظ وعيور على دينه محب لدينه الآفات موجودة في كل شعب وفي كل زمن وفي كل مكان لكن تبقى مستطرة تبقى في نسبة معينة من الشعب الربا وخدرات والخمور والزنا موجودة في كل زمان ومكانة هذه لا يمكن أن تنفى لكنها في فئة محددة قليلة فئة تخجل من إظهارها فئة تأنف من أن تنتسب إلى هذا الاحتلال جاء ماذا صنع كبر هذه النسبة وهذه الفئة جعل فئة كبيرة في المجتمع المصري كما لم يعهد من قبل ورفع رأس الذين يفعلونها صاروا لا يستحيون من فعلها ولا يخجلون صاروا لا يأنفون من أن تنسب إليهم عم الفساد إلى درجة يصعب تصديقها وتقول لي الآن الحال أحسن أو في 1299 أو 1882 ميلادي 1299 هجري أقول لك الآن الحال أفضل ربما تتعجب من هذا الكلام لكن فعلا الآن الحال أفضل بكثير الآن في مصر وفي كل الدول العربية لكن كلام عن مصر وهي دولة رائدة كبيرة في العالم العربي والإسلامي اليوم ما يمكن إنسان يرفع رأسه ويفخر بأنه يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يرابي أو أن يقامر أو أن يحضر حفلات المختلطة والرقص أبدا يفعل هذا بعضهم لكن لا يرفع بذلك رأسا ولا يعجب بنفسه وبحاله وبشأني للأسف بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر هذه انتشرت بلا حياء ولا خجل ولا وجل ورفع كثير من الناس بها رؤوسهم ولم يعودوا ينظرون إليها على أنها حرام بل لم يعودوا ينظرون إليها على أنها عيب والسبب المباشر في ذلك هو الاحتلال الإنجليزي ومجيء أقوام كما قلت لكم ليست لهم صلة بالله تعالى لا يؤمنون في الحقيقة بها أن هذه محرمات ينغمسون فيها انغماسا أرادوا أن يستمتعوا في مصر كما يستمتعون في بريطانيا أرادوا أن يجذبوا طبقات من الشعب المصري إليهم من أجل إفساد الشعب المصري من أجل أن يسلس قياده من أجل أن يستجيب لهذا الاحتلال ولتشريعاته وقراراته وامتصاص ثروات مصر كلابد من أن تنشأ طبقة موالية لبريطانيا طبقة موالية ليس فقط من ناحية السياسية من ناحية اجتماعية من ناحية شرب الخمور والربا والقمار والزنا والآفات الاجتماعية الخطيرة هذه والمبيقات الشرعية لا بد أن تظهر هذه الفئة حتى تستطيع بريطانيا أن تطمئن إلى موقعها في مصر وتطمئن إلى أنه ليس هناك من المصريين من يستطيع أن يقف في وجهها كقوة ضاربة متغلغلة في الشعب المصري وسأتي على الأمثلة في هذه الحلقة وبعض الحلقات المقبلة توضح بجلاء ماذا جرى للمجتمع المصري وهذا الذي نزل بالمجتمع المصري نزل بكل مجتمعات العربية بالمناسبة بدرجات مختلفة وبنسب مختلفة وبأزمنة متطاولة مصر ابتليت بالاحتلال الإنجليزي مبكرا قبلها الجزائر ابتليت قبل مصر بخمسين سنة أو بثنتين وخمسين سنة ببتلت بالاحتلال الفرنسي ونشر فيها المبيقات كما نشرها في مصر يعني مصر ليست حالة استثنائية إنما الحديث عنها في هذه الحلقات لكن ليست حالة استثنائية هذا الذي جرى في مصر جرى في المغرب جرى في الجزائر جرى في تونس جرى في ليبيا شيء منه على يد الاحتلال الإيطالي جرى في العراق جرى في فلسطين جرى في المحميات في الخليج جرى في كل مكان بنسب مختلفة ومتفاوتة وهكذا الاحتلال إذا وطئت أقدامه الدنيسة أي أرض إسلامية يعمد إلى تدمير الأخلاق والدين والقيم والمعتقدات ويعمد إلى تدمير المسائل الحلال والحرام وأيضا إلى مسائل الحياء ومسائل العيب عند الذي ليس بمستقيم أو ليس بملتزم أو ليس باستمسك في قضية الحلال والحرام ويستمسك في قضية العيب على الأقل يحطمون هذه القضية في نفوسهم أما الربا ففي الحقيقة تفشى في المجتمع المصري وتفشيه يعود لسببين رئيسين سبب الضرورة وسبب حب البذخ وحب الظهور وحب مجارات الطبقات العليا وهذا بلاء ابتلينا به منذ أيام إسماعيل وطبعا السيطرة الإنجليزية لن تكن فقط من الاحتلال بل كانت قبل ذلك بوقت طويل منذ أواخر عهد محمد علي وإجباره في معاهدة لندن سنة 1840 على فتح السوق المصرية أو على دق فتح البلاد المصرية أمام الامتيازات الأجنبية على رأس الامتيازات البريطانية فبريطانيا ذات أثر تخريبي بعيد في المجتمع المصري قبل الاحتلال بمدة لا تقل بحامل أحوال عن 40 إلى 50 سنة وتكلمت عن حملة جو فريزر أليكزاندر فريزر في 1807 يعني قبل هذا الاحتلال الأخير بـ 75 سنة فأطمع بريطانيا في مصر قديمة وإفساد بريطانيا في مصر إفساد قديم فالربا كان بالنسبة للحقيقة بالنسبة للفلاح الفلاح كان الربا له ضرورة أنا ما أتحدث عن ضرورة الشرعية الآن ولا أتحدث عن حكم الشرعي لهذه القضية لأنه يحتاج إلى النظر في شأن الفلاح وحاله ولماذا استدان وكيف استدان لكن أقول وأنا أتحدث في التاريخ وأنا أيضا بفضل الله تعالى طالب علم شرعي أقول وبثقة إنهم ألجأوا الفلاحة إلجاءا إلى الاستدانة بالربا كيف عن طريق الضرائب الضخمة التي فرضوها على الفلاحين عن طريق المحاصيل والبذور وجودة هذه المحاصيل والبذور وإطراره إلى شرائها بثمن غال نسبيا فكان فلاح يجد أنه ليس لديه مال ليس لديه مال في النهاية ليواصل زرع الأرض وبذر ورمي البذور وإلى آخره فكانوا يلجؤونه إلجاءا إلى الاستدانة للفلاح هذا المسكين والفلاح في معظم الأحيان رجل أولي سهل فيه جهل غير متعلم في الجملة وسأتي على قضية التعليم في أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر ورجل يريد تحقيق مصالحه رجل عنده ضرائب تنتظره إن لم يدفع ضرائب هناك كرباج يضرب به هناك سخرة كبيرة للفلاحين فقضية قضية خطيرة انظروا لشاهد مهم تحدثنا هذه القضية هو الأمير حسين كامل ابن الخديو أو الخديوي إسماعيل وحسين كامل سيكون فيما بعد سلطانا لمصر عندما ينزع عباس الثاني أو عباس حلمي الخديو سيكون سلطانا على مصر بعد ذلك حسين كامل لما كان أميرا ذكر نصا مهما عن حالة الفلاح وستدانة بربا سأتي عليه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل أي أخت والأخوات نص مهم للأمير حسين كامل الذي سيكون سلطانا على مصر فيما بعد بعد انتهاء مدة الخديوية أو فترة الخديوية وهو من هو في الطلاع وصلته ببريطانيا وصلته بالأعيان في مصر وبصلته أيضا بالفلاحين يقول وهو ابن إسماعيل يقول في حديث نشرت له جريدة اسمها The Egyptian Standard هذه جريدة تصدر باللغة الإنجليزية في مصر وكان في مصر تصدر جرائد باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية أيضا في عدد 20 أكتوبر سنة 1908 يصف بؤس الفلاح فيقول إن الفلاح يقضي حياته مثقلا بالدين لا يزيد إراده على الضرائب المفروضة عليه وفوائد الديون المطلوبة منه وهو لكي يسد حاجات زراعته في مواعيدها مضطر دائما إلى الاستدانة بالربى الفاحش أرأيتم فلهذا العسر من جهة ولخلوه من المال من جهة أخرى ولكثرة من يعولهم من جهة ثالثة من الأولاد والأهل فقد بقي الفلاح غريقا في بحار الضنك لا يعرف لنفسه مخلصا منها إن هذا الربى الربى يجرك إلى فوائد والفوائد تجرك إلى فوائد أعظم وإلى فوائد أكثر إلى أن يحاط بالمرء تماما نسأل الله العافية والسلام يحاط به تماما وهذه أعظم مضار الربى والله تعالى يقول ويمحق الله الربى ويربي الصدقات وهو من أكبر الموبقات في الشريعة الإسلامية ومن أكبر الكبائر في الشريعة الإسلامية الربى فلذلك فاحشة كبيرة انتشرت في مصر آنذاك أما السبب الآخر لانتشارها فهو البذخ ومجارات الطبقات العليا وحب الظهور حب الشهرة حب التملك حب التغيير هذه طبقات الوسطى وطبقات العليا في أي مجتمع ما لم تهذى بالإيمان وتفهم مهمة الحياة الدنيا وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وما متاع الحياة الدنيا إلا غرور فتفهم هذه الوظيفة للحياة الدنيا وأنها ممر للآخرة وما هو معنى ذلك أنها لا تتمتع بالطيبات قل من حرم زينة الله التي أخرج إلى عباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أي هي الذين آمنوا في حياة الدنيا مشتركة مع الكفار ولهم خالصة يوم القيامة إن شاء الله تعالى فلا يمنع الإسلام فلا يمنع الإسلام التمتع بالطيبات أبدا لكن لا يكون ذلك فوق قدرة المرء بحيث يضطر الإسدانة اليوم نرى هذا في مجتمعاتنا بوضوح يعني الريبة طبعا لأن المجتمعات الإسلامية ارتقت وصلت إلى درجة بعد الصحوة الريبة صار فاحشة في عين أكثر الناس فضل الله تعالى وصاروا يأنفون منه وصاروا لسبب ديني محض ويرونه من أكبر الكبائر والمبقات يبتعدون عنه فجاء ما يعرف بالنظام المرابحة ونظام الإسلامي هو نظام جيد بديل رائع لمجتمع لكن أيضا الاستفادة منه صار فيها نوع من التجاوز فصار الناس يستدينون ويستدينون ويستدينون ويضطرون بعد ذلك إلى الدفع وربما لا يستطيع أحدهم أن يدفع في دخول السجن على نظام المرابحة في المصارف هذه أو يعني القروضة تدفع على طريقة الشريعة الإسلامية فالبذخ وحب الظهور وحب الشهرة وحب مجارات الطبقات العليا وحب التغيير السيارات والأثاث كل عام أو كل عامين هذا يجر صاحبه إلى أصعب المواقف وإلى أشد البلاية والرزايا في حياته سواء اعتمد على ربا وهو فاحشة وموبقة كبيرة أو اعتمد على النظام الإسلامي والتمويل الإسلامي لكن في النهاية هو لتجاوزه حده ولوغه في الإسراف يجري عليه ما يجري لما هو معلوم طبعا وجد حب الظهور الإسراف في هذه الطبقات وجد المرابون الذين أتوا قبل الاحتلال ومع الاحتلال وبعد الاحتلال لكن الاحتلال مكن لهم أكثر وانتشر المرابون انتشر هؤلاء المرابون في قطر المصري في المدن الكبيرة وفي البلدات بل في القرى وكان الفلاح كما قلت لكم يضطر للاستدانة من هؤلاء المرابين وكذلك الناس هؤلاء يستدينون من هؤلاء المرابين إلى أن صارت الطبقات العليا في ضيق بسبب هذه الاستدانة وطبقات الوسطى ألحقت بطبقات الفقيرة بسبب هذا الربى الفاحش المتضاعف والله تعالى قال سبحانه قال لا تأكل الربى أضعافا مضاعفة وهذا الذي جرى صار أضعافا مضاعفة إذن هذه آفت الربى وانتشرت كثيرا بين الفلاحين المساكين بشكل صعب وبشكل أدى إلى أذية وأذية كبيرة جدا أيضا من الموبقات الكبيرة في هذا الباب الخمور الخمور انتشرت بين سكان المدن وأيضا بين سكان الريف للأسف الشديد يعني احتلال الأجنبي البريطاني عمد إلى فتح حانات في القرى وهذا أمر غير مألوف أبدا في المجتمع المصري مجتمع مسلم محافظ بالذات الفلاح الذي يغلب عليه الاستقامة أو المحافظة أو الغيرة أو البعد عن الخمر كان شعارا للفلاح فلما احتلت مصر وأوصلوا هذه الحانات إلى الفلاحين في القرى عن طريق اليونانيين وعن طريق الأروام كما يسمون في مصر جمع رومي يعني وباقي سفلة الأوروبيين باقي سفلة الأوروبيين الذين للأسف الشديد نشروا هذه الخمور في القرى أيضا مما أدى إلى ضعف مقدرة الفلاحة للعمل وتراجع الإنتاج العام الزراعي في مصر وانتشار الجرائم الخمور كما هو معلوم الخمر أم الخبائث فصارت مشكلة كبيرة جدا الحكومات الأوروبية والأمريكا في الوقت التي تحرم فيه أو تحاول أن تحرم فيه الخمر أو كما علمنا أن أمريكا جاءت مدة حرمت فيها الخمر مدة طويلة ومنعتها من دخول أمريكا وحصل في ذلك ما حصل وأوروبا كانت تحاول جاهد أن تطوق أثار الخمر مع ذلك كانوا في مصر يسمحون بل يشجعون ويفتحون الحانات في كل قرية وبلدة ومدينة وأيضا هذه ساعدت إلى ساعدت في انتشار الموبقات الأخرى بشكل كبير وكبير جدا الحانات التي افتتحت الأجنبية كان هناك نوع من الاتفاق أن تكون في الأحياء الأوروبية لكن وكان المصري ممنوعا من أخذ الرخصة لهذه الخمر فكان يتحايل ويعطي الأجنبي 300 إلى 400 جنيه مصري يعطيه إياها مقابل أن يفتح الحانة باسمه فلذلك انتشرت الحانات انتشارا فضيعا خارج الأحياء الأوروبية بهذه الحيلة لأن مصري كان ممنوعا من فتح الحانات في الأحياء الإسلامية فبهذا فتحت الحانات وانتشرت لأن الأوروبيين انتقلوا من الأحياء الأوروبية وفتحوها في سائر بلدان ومدن وقرى مصر وكانوا يجدون تشجيعا من بلادهم بشكل عجيب بلادهم تشجعهم بما يسمى بالامتيازات الأجنبية الامتيازات الأجنبية ما هي الامتيازات الأجنبية هي التسهيلات الأجنبية التي منحت للأوروبيين للأسف الشديد منذ وقت قوة وعظمة الإمبراطورية العثمانية ما كان يتصور سلطان سليمان رحمه الله تعالى القانوني أن تخلص الأمور إلى ما خلصت إليه فكان يعطي بعض الامتيازات لبعض الأسباب انتشرت وكثرت هذه الامتيازات وقويت مع ضعف السلاطين العثمانيين إلى أوسط درجة لا تحتمل من التدخل في الشؤون الداخلية الإسلامية ومنها مصر طبعا ومعظم الأجانب القادمين إلى مصر كانوا من أوروبا الجنوبية تقبل إقبالا عظيما عن الخمور إيطاليا اليونان إلى آخره فهؤلاء يقبلون إقبالا ضخما على الخمور ويضعون في وجباتهم وهذا معلوم وحكومة ما تستطيع أن تغلق حانات الخمور لأنها مملوكة لأوروبين بحسب الامتيازات الأجنبية وطبعا بلغ عدد الحانات في القاهرة فقط أكثر من مئة حانة يديرها المصريون ويملكونها والأجنب فقط اسما ليحافظ على هذه الحانات تصور مئة حانة في القاهرة فقط وحدث ولا حرج عن حانات المتشرة في اسكندرية والإسماعيلية والصعيد وفي القرى والبلدات وحدث ولا حرج عن أثر ذلك في انتشار عداد شرب الخمور بين المصريين حتى أنهم كانوا أغلب الطبق الوسطى هذا كلام للمؤرخين المصريين بالمناسبة لأن بعض الإخوة في مصر ربما يعترض على هذا الكلام أو يقول كيف هذا كلام ولا يتصور لا يتصور التاريخ عرض للحقائق اليوم بفضل الله تعالى تخلص الكثير من المصريين من هذه العادة بفضل وجود الصحوة الإسلامية وانقلاع الاحتلال بلا رجع إن شاء الله وتعالى لكن في ذلك الزمن الأمور كانت تختلف ومن اطلع على المذكرات التي كانت تصدر لبعض كبراء المصريين وباشواتهم وكبارهم معلم أن هذه العادة متأصلة فيهم على شكل عجيب وعلى وجه غريب فهذا التاريخ يعرض من أجل نستفيد منه نحن لا نريد أن نشاهر بأحد ولا نريد أن نذكر عيوب أحد لكن هذا التاريخ لينبين أولا الجرائم التي تتكبها بريطانيا في مصر أنا ذاك ومرة أخرى لنبين كيف هذا ابتعد الناس عن الإسلام منساق وراء الاحتلال الأجنبي وراء مبقاته وراء فواحشه كيف يحدث الاختلال في المجتمع وكيف يحدث الترويض لطبقات المجتمع لتقبل هذا الاحتلال هذا هو الأمر المهم من أجل أن أورد هذه الأخبار لا من أجل الإحباط واليأس هذه أخبار لها مئة سنة الآن قرابة مئة سنة أو مئة وعشرين سنة وتخلص بفضل الله تعالى مجتمع المصري من كثير من هذه الآفات لكن إنما أذكر ذلك للعبرة والعظة حتى لا يعيد التاريخ نفسه وحتى لا نقع في هذه المشكلات من جديد فيقول المؤرخون المصريون حتى اعتادت أغلب الطبقات الوسطى من المصريين على شرب الويسكي ظهرا أو البيرة عصرا والكنياك مساء ظنا منهم أن ذلك من مظاهر التمدن والحضارة الأوروبية وطبعا هذا أمر عجيب وهنا إحصائية ذكرت أيضا عن الحنات المفتوحة في الأحياء الأوروبية التي كانت رتادها كثير من المصريين أيضا إحصائية عجيبة لأن هذه الحنات تفتح بدون ترخيص من حكومة ما تحتاج ترخيص باتفاق بينها وبين بريطانيا حكومة مصرية التي كانت تحترحت يعني التأثير البريطاني المباشر طبعا والسيطرة البريطانية المباشرة فكانت الحنات في الأحياء الأوروبية تفتح بدون ترخيص وفي الأحياء الإسلامية تفتح بترخيص فيأتي الأوروبية هذا بالترخيص يسهل ويبيعه للمصري وتظل أمور هكذا هذه الحنات بدون ترخيص 95 حانة بمحافظة القناة من 88 في بورسعيد و7 في الإسماعيلية 235 حانة في مدينة الإسكندرية هذا الكلام قبل مئة سنة يا إخوة 29 حانة بمحافظة السويس 1287 حانة بالقاهرة 1270 حانة في القاهرة هذه التي فتحت بدون ترخيص أترك المرخصات هذا شيء آخر وعدد آخر كبير جدا المجموع 1700 حانة تقريبا بدون ترخيص تفتح غير آلاف أو مئات الحانة تفتح بترخيص وإلى هذا الحد وصل الحال بالمجتمع المصري تحت الاحتلال الإنجليزي بالنسبة للخمور في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى سأتي على بعض الآفات الأخرى هذا الذي أتيح لي في هذا الوقت إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة